ينضم إلينا من رمالة ضياء حشية مراسل عن غد ضياء يعني تفاصيل استشهاد الشاب وماذا عن ردات الفعل فعليا في تفاصيل استشهاد هذا الشاب كان هناك عدد كبير من المستوطنين هجموا باتجاه بلدة برقة شرقي مدينة رمالة المستوطنون قاموا باستخدام السلاح الحي أطلقوا رصاصات صوبة الشبان الذين تصدوا لهذا الاقتحام ومن ثم ثلاثة إصابات سجلت بينها هذه الإصابة التي فارقت الحياة وهو شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما بطبيعة الحال نحن نتحدث عن مستوطنين من مستوطنة عز تسيون هي مستوطنة عشوائية صدر القرار بالإخلاء قبل عدة أيام من المحكمة الإسرائيلية العليا وبعد ذلك المستوطنون رفضوا هذا القرار ومن ثم أحضروا أغنامهم وأرادوا إقامة بؤرة رعوية للاستلاح على أراضي القرية هنا عند مجمع فلسطين الطبي في مدينة رمالة فعليا سينار سيشيع أهالي البلدة جثمان ابنهم الفقيد إلى مثوه الأخير شرقي مدينة رمالة وأيضا شهدنا حملة استنكار واسعة وزارة الخارجية الفلسطينية كانت أدانت ما حدث وطالبت بضرورة تحقيق فوري الجيش الإسرائيلي أيضا قال بأن الجيش لم يكن متواجد هناك وأن من أطلق الرصاص ربما يكون من المستوطنين حسب مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي لكن بطبيعة الحال نحن نتحدث عن 213 شهيدا منذ بداية العام نتحدث عن ألف اعتداء سجل خلال شهر تموز الماضي من قبل المستوطنين فقط قرابة 16 فلسطيني قتلوا برصاص المستوطنين نحن نتحدث عن مستوطن مدجج بالسلاح يقوم بإطلاق النار تم تجهيزه بصورة كاملة حسب تعليمات إتمار بنكفير وزير الأمن القومي عندما قال يجب تسليح كل المستوطنين الإسرائيليين حتى يدافعوا عن أنفسهم وأن حرية الحياة أهم من تنقل الفلسطيني حسب أقوال إتمار بنكفير وما حدث فعليا هو يترجم ربما الأقوال التي قال بها وزير الأمن القومي إتمار بنكفير بطبيعة الحال سيصار إلى تشييع جتمان هذا الشاب بعد ألقاء نظرة الوداء عليه في مسقط رأسه وفي بيت العائلة بيت عائلة معطان وبعد ذلك سيورى أثر في مقبرة البلدة سينار إذن ضياح حشية مراسل الغدى من رمالله شكرا جزيلا لك